اشتركوا في القناة وعدم حتى التعرض لي لكن ان الكلام ده رقم واحد يتقال في قناة سعودية ولجمهور سعودي وامام محللين سعوديين وفي مناسبة تتعلق بالدور السعودي مفيش اي حاجة تقول ان النادي الاهلي يدخل في جملة مفيدة فانك تدخل الاهلي في جملة في استوديو بيحلل الدور السعودي وبإدعاء غريب وعجيب وموسيق للنادي الاهلي لا لازم ان نقف ونقف بوضوح شديد عشان كده خلينا نسمع الاول احمد حسان ميدو هو موجود مع الاخوة السعوديين في استوديو القناة الرياضية السعودية قال ايه علشان نقدر نتكلم هذا من السؤال في هاشتاج دورينا غير حسين عبدالغني يقول سؤال الجميع هل يستطيع الاتحاد بهذا التشكيل الحصول على بطولات وخاصة ان يتحقق نتائج بكأس العالم للاندي هم لازم بس ياخدوا بالهم الاتحاد ان هم عين في سكة الاهلي المصري هيتلاقي كمية اصابات الفترة الجاية غير طبعية والله العظيم اي حد بيلعب الاهلي بلعب صليبي مش عارف مين توقف المدرب مش عارف حصل حصل ايه والله انا بقولك عن خبر الاتحاد الفترة اللي جاية لازم يقروا قرآن ويخلوا بالهم كويس جدا يخلوا بالهم من اللعيبة لانه والله العظيم اي فرقة بتروح للاهلي المصري بس تلاقي احنا في نهاية افريقيا 2020 اتنين لعيبة اهم لعيبة في فرقة الوينش وعبدالله جمعة الباكليف لاتنين بوزيتف كورونا وقابليها مش عارف مين خلفية والتاني كذا خلوا بالكم انا بقولكم بحذركم عندي اكثر من اللعبة بعملها للمصري محمد نور يعني يا سيد إبراهيم كان ينصح بخف الظل مش عارف يعني ايه اللي كان مضحك في الامر طيب يعني بس يعني زيقولي جملة وخد بتنصح الناس انه يقرق القرآن ونتا مكنتش بتقرق القرآن ولا طيب عشان الامر يا جماعة لان انا فعلا تقديري للامر اخطر ما فيه ان انت بتخاطب جمهور مختلف فبترسم صورة ذهنية مسيئة جدا عن النادي الاهلي لدى الاشقاء بقولكم لو الكلام ده تقال في الداخل هيلاقي ناس كتيرة تفندوا وترد عليه لكن لما يبقى ده الترويج للنادي الاهلي خارجيا عند الاشقاء هم ما يعرفوش تفاصيل بس ميدوا اللي بقولولهم ده كذب رقم واحد وكلامي ارجو انه يكون مسموع لدى الاشقاء في السعودية وجمهور قناة الرياضية السعودية هي دي قناة ده استوديو خاص بمباراة للاهلي ولا ايه ليه بقولكم ده الكلام كذب لانه هزي المباراة اللي الاخ ميدو بيتكلم عنها آه غاب من الزمالك بسبب كورونا الوينشو عبدالله جمعة بس هو كذب عليهم ما قالوا همش ان النادي الالف نفس المباراة بسبب نفس الكورونا غاب ثلاث لعيبة من غير لا يقرأ قرآن ولا يقرأ أحاديث النادي الالف في هذه المباراة اعتقد اللي هم بيقولوا الوينشو عبدالله جمعة واحسن باكليفت لا ده قليد ينجي احسن لعب وسط مدافع في افريقيا كلها المباراة اللي بيتكلم عليها غاب عن الاهلي قالوا ديانج ووليد سليمان زي ما غاب عن الزمالك الوينشو عبدالله جمعة وصالح جمعة يعني حتى صالح كمان هو راخر وبعدين يعني دي قادي أول كذبة وأرجو ده يكون واضح للأشقاء في السعودية إنه الترويج الخاطئ ورسم صورة ذهنية غير حقيقية عن النادي الأهلي تعرفوا إنه الراجل ده يقول جاي بيعلك وبيعها كذبة عايز يقول يا أستاذ الرجل جاي الدعي بالدعات بطلة عايز يقول يعني عايز يقول حاجتين إن الأهلي عمل يعني حاجة قادي الثلاثة والثلاثة بصوا ساعتها باشموندس عشان بنفكر الناس قادي الغيابات اللي كانت عن القمة بتاعت عشرين عشرين ده اليوم السابع أبرز الغيابات عن القمة بسبب مسحة الكاف خدوا بالكوا ده اللي عمل المسحة للاتحاد الأفريقي أليو ديانجو وليد سليمان وصالح جمعة وعبدالله جمعة وأوباما وبلوينش من الزمالك عايز يقولي بقى هنا إن الأهلي يعني بالسحر أثر على دول بالضبط وأكتر من كده إن الزمالك عشان كان عنده غيابات نفسي بفكرة إنك تضحك على نفسك ما ييجي يقولك كورة زيزولو في العرضة هي كورة زيزولو من البرة 18 في العرضة اللي غيرت الماتش ولا كورة حسين الشحات اللي مسكس يارد في الجنل فاضي وتحطت في العرضة ما هي دي مش عرضة ودي عرضة إنين أسهل إنما خلاص ناس والناس إن حسين الشحات كان ليه كورة في العرضة والجنل فاضي مسكس يارد هي دي المشكلة للحياة أستاذ براهيم اللي لازم يترد عليها باستمرار طيب هل الأهلي يعني الزمالك عنده إصابات عشان الأهلي بيعمل له عمل وبيصلط الأعمال السفلية تعور لعبة الزمالك لكن الأهلي لا الأهلي في الثلاث سنين اللي فاتوا أكتر فريق تعرض لإصابات في العالم اتعملت حتى كان فيه مصطلح إعلامي مستشفى الأهلي مستشفى الأهلي فيها مين خدوا بقى كتير خدوا من كتير من كل وعلى فكرة إصابات يعني طويلة المدى أنتو بتتكلم إنا لسه كريم فؤاد وأكرم توفيه راجعين من رباط صليبي بعله مسانة بتتكلم على محمد محمود الراجل مرتين رباط صليبي ومشي فأنت مفيش فريق مفيش فريق تعرض وحمد فاتح قد بستة شهور كل دي إصابات خطيرة جدا اتعرض لها أنا الكلام الكلام اللي يعنيني جدا للأشقاء العرب عشان يشوفوا إن حد رايح يروج لهم كذب ضد النادي الآلي علشان يرسم صورة ذهنية خاطئة جدا على النادي الآلي وإن عانينا كتير قوي من تصدير صورة سلبية عن الآلي في الخليج بسبب برضو صحفيين وإعلاميين محدش أبدا ينفع يسكت على حاجة زي دي تتهم الأهلي بإنه بيعمل عمل ميده كما لو كان واقف قدام المراية في القناة السعودية لأنه تقريبا شاف نفسه هو بنفسه بعضمة لسانه وهو بيحكي ويقول مين اللي بيعمل عمل ومين اللي بيلجأ للمشايخ ومين اللي حاطت جوه الجهاز الفني لفرقة نادي الزمالك وميد ومدير فني على فكر يعني دار مزاعد وشيخ عام وشيخ عام وشيخ عام ركب الويتوبيس اللي قال كده مش النادي اللي قال يا كابتن اللي قال كده أنت نفسك بعضمة لسانك ولو كنت ناسي نفكرك استدعاني رئيس النادي وإحنا كذبينينا ربع مطشاطة رئيس النادي قبل مباراة سموحة بـ 72 ساعة أنا وحازن وعادنا معه مع مرتضة مصورة في بيته وطلب مننا طلب أنا عمري ما شفته ولا سميت عنه في كرة قدر إيه الطلب ده من فضلك كابتن ميدو ما تلعبش باسم مرسي وكهرباء المطش الجاي عشان ما عملوهم عمل وهيتفك الإسبوع اللي جاي لا 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 دوا حتى قول تاني ما تلعبش باسم مرسي وكهرباء الإسبوع المطش سموحة عشان ما عملوهم عمل وهيتفك الإسبوع اللي جاي فبصيت الحازم مش بصدق رئيس ناتزة ماك بيقول لي ما لعبش العيبة عش خطر العمل أنا الكلام ده سميت يعني سميت أنه بيتداول وبيحصل وأن الراجل بيفكر بهذا الشكل وأنه هو مؤمن فعلا بأن الشيوخ يا مرتضى لو الشيوخ بتكسب في الكورة وأن أنت راجل فاكر أن أنت الناس كلها بتعمل سحر للفرقة وأن الناس كلها فأنت بتمنع السحر بتمنع الآذى زي ما أنت بتطلع تقول ده مش موجود في الكورة لأن أنت لما بتعمل كده يا عمر بتخلي اللعيبة تركز في الموضوع ده عمولي عمر عمولي عمر تفهمني؟ يعني بالله عليكم يا كابتن ميدو يا أشقاءنا في الإعلام السعودي الرد جاء لكم من الكابتن ميدو اللي صخر من فكرة الرئيس النادي بيقول له العمل والسحر قال له كورة فاشل الكلام ده هو كابتن ميدو اللي تغير 180 درجة لمجرد اقترابه من فكرة أنه يكون مؤثر في سياحة النادي الأهل وعشان كده بقول لك نادي الزمالك عشان كده بقول لك أستاذ بريد ليست بغياب الأفراد ولكن بغياب الثقافة التي تتم زرعاه هو نفسه تأثر بيها تخيل بقى أنه لما حاب يقرب يكون مسؤول في النادي الزمالك اضطر يعني يلغي كل الكلام اللي قاله قبل كده وكان بيتهكم به وكان بيقوله في حاجة اسمها كده في رئيس نادي يعمل كده لكن هو راح يروّج أن النادي الأهلي بيعمل كده على فكرة كابتن ميدو يعني الأهلي يعني إش مقنة نيلا عيبة ما يعمل عمل للفرقة أخوها كلها ده كلام ده كلام هل أنت وأنت غير مقتنع بهذا الكلام وعبيت تعمل أن أنت الرجل المثقف المحترف اللي جاي بثقافة أوروبية بتصخر من هذا الكلام إيه اللي غيرك واجه نفسك لأن طبعا الناس برضو تاني وتالت العمالة تقولوا أنتوا ليه بتقولوا كده وإذا تقولوا كده طب وإحنا نعمل إيه واحد بيعمل هذا الادعاء وبيروّجه للإساءة للنادي الأهلي يعني نفوته ولا نسكت ولا نعمل إيه وده الراجل كاد أن يترشح رئيس النادي زمالك هو أقدم نفسه فترة من فترات كده أنا رئيس النادي زمالك القادم وأنا أحطي إيدي في إيدي المستشار مرتضى عشان صالح الزمالك وأنا 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 إذن هو يجاهز نفسه أن يكون قيادة مش على حساب الادعاء وتشويه الصورة والعبث بهذا دي عربدة عربدة زهنية إن كده تأخذ الأفكار اللي أنت مش مؤمن بيها عشان تروج عشان تستفيد منه عشان هو تستفيد منها هو اللي قال إنه ده كلام فارغ هو اللي قال ده كده طيب هو يعني المفترض إن الستوديو ده استوديو للدور السعودي الهدف نوع من التقرب للاتحاد جدا لو عايزين تكسبوا الأهلي وأنا هنا برضو أتوقف عند حتة لو أي صحفي مصري رايح يقول لنادي سعودي أو إماراتي أو كويتي لو عايزين تكسبوا الزمالك أقول لكم تكسبوا الزمالك إيه ده بقى فين العلاقة فين المصرية يعني حتى ده ما يتقلش بالطريقة دي علشان أتقرب للإعلام السعودي وللستوديو السعودي يبقى الكلام بهذا الشكل لدرجة إنه كابتن محمد نور نجم الاتحاد قال له لا طب ما إحنا لعبنا ضد الأهلي قبل كده وكسبناه يعني عايز يقول له كانوا فين المشايخ لكن كمان ميدوا مفكروا وهو بيشاور أكتر على الرجل الشيخ اللي كان عضو الجهاز الفني للزمالك وذي قريبا كان بياخد مرتب زيه زي المدربين ده كلام ميدوا بنفسه اللي أعتقد ما نسهوش بس هو اعتمد على إنه الإخوة في السعودية ما سمعوهوش نسمعه له الرجل ده كان بيدخل في عملنا بشكل مباشر بس ده طبعا غير إنه هو كان بيقول لنا إنه في العيبة ما عمول لها عمال وما عمول لها سحل وشعوازة وطالبنا إنه إحنا ما نلعبهم ثلاثة أو أربع لعبين بشكل مباشر وحزم موجود ردامك يعني حتى لو هو مش عايز يتكلم وصدا منصور قال لنا ما تلعبوش ماس المرشي لإنه معمول له عمل وساح قال لنا ما تلعبوش كهرباء لإنه معمول له عمل وساح قال لنا ما تلعبوش دويدار لإنه معمول له عمل وساح وعايز أقول لك معلومة تانية سيف والصور معايا وموجودة إن نادي الزمالك السنة اللي فاتت كلها بيت كامل للأسف أن أنا بقول كده على بيتي كان شغال بالشيوخ وإن كان فيه شيخ بيتواجد مع نادي الزمالك في كل المباريات ويرجب معهم الأوتوبيس وبيحضر معاهم المباريات والصور موجودة معايا وكان بيتقاضى سبع تلاف جنيه المقرأ شيخ متواجد بيعمل سحر وشعوزة وبأكد لك مرة ثانية إن الصور معايا وبقسم بالله العظيم وحياة أولادي إن مرتضى منصور طلب مني إن أنا مشركش العيبة عشان ما عمول لهم سحر وشعوزة وبقسم بالله تاني وحازم إمام أدوان إن كان فيه شيخ متواجد بيتحكم في كل القمور ومين يلعب ومين ما يلعب السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت ما كان موجود في كل مباراة لنادي الزمالك وكان بيتقاضى لأجر لنادي الزمالك طيب إعني الوقت إيه لما بنسمعك هذا الكلام والراجل بيقسم بالله إنه كان من أحد أعضاء الجهاز معه شيخ بيقبض 7.8 جنف الشهر في الماتش ده كان عملهم هم بقى عمل إنهم يدولوا وكان مستنكر جداً وبيشير إشارة واضحة إن الأستاذ مرتضى منصور كان بيعمل واحد اثنين ثلاثة فيه استنكار واضح تماماً وبيقسم عشان الناس بس لما بنجي نقول كل واحد بيتأثر بثقافة المكان واللحظة ها بيزعلوا الثقافة دي أثرت إنه وصل إنه هو دلوقتي ينسي كلامه وأصبح بيتكلم إن الفوز يأتي وعشان الأهله خلي بقى لكم اقروا قرآن كابتن ميدو الزار ما كانش بيقرأ قرآن ولا هو لا حازم إمام يعني حتى الرشدة اللي بيكتبها هو ما خدهاش ها كابتن ميدو أنت تعلم والله وأنا قلت ميت مرة حتى بإستاذ برين بيقول لي مش قوي كده إن أنا كنت حطت فيك أمل شكله إيه وبحبك بشكل شخصي ولكن أنت مش سايم فرصة للواحد حتى نأمل خيراً طول ما أنت بدل ما ترسخ ثقافة الصح والغلط والقيم والثقافة الحقيقية اللي كانت عندك الاحترافية لا ده أنت انجرفت إلى ثقافة لحظية الزمالك نفسه بريء منها لأن ده مش ممكن يكون المنهج اللي حتستمر عليها كابتن ميدو وأنت وأي حد عايز يقود نازم مالك أن تبقى الفكرة دلوقتي أن الأهلي بيعمل صحة وأنت جربت الصحة طب عملك إيه؟ عملك إيه؟ استمر يا أستاذ إبراهيم؟ أنا الحقيقة يعني استوقفني رد الطرف الآخر اللي أريد استمالته والتأثير عليه ضد النادي الأهلي وده اللي يهمني ميدو هو حر يعمل اللي يعمله مع نفسه لكن أن الجانب السعودي من زمل صحفيين ومن جماهير تغضب لهذا الطرح وهذا المنطق وترد ده اللي كان ملاحظ جدا وملفت بالنسبة لي يعني الأستاذ أحمد الشمراني هو صحفي وأنقد رياضي كبير في الإعلام السعودي كتب قال لك أحمد حسام ميدو نحترم ونقدره على الصعيد الشخصي لكن هذا الاحترام والتقدير لا يمكن أن يمنعنا من رفض إسقطاته والتي قد تصلح على حسابه الخاص في تويتر أو الفيسبوك لكنها لا تقبل أن تقال في برنامج معني بالتحليل الرياضي وبيقول ميدو بيقول على ندى الاتحاد المشارك في طولة العالم للأندية ياخد باله من الأهلي ستواجه عدة إصابات رباط صليب وغيرها وأنهم يكثروا من قراءة القرآن في إشارة واضحة الجانب السعودي وصلت للرسالة إلى أمور معنية بالشعوازة أو هكذا فهمت بيقول الشمراني عسان عبدالغان ومحمد نور اكتفوا بالضحك ومدير الحوار خالد الشنيف نقل الحوار بهدوء إلى نور وتم إغلاق فضيحة ميدو بالتجاهل بيقول الأستاذ أحمد الشمراني ولأن ما قاله ميدو أغضب كل من سمعه وأولهم محدسكم فأتمنى أن يتم من إدارة البرنامج أن تنبهه أن الإسقطات والضغاء لا موقع لها في برامجنا بصوا الناس بيتطهروا من المبيقات بتاعتنا هل لك إرموا بلويكم مع بعض بعيد عننا بصوا إحنا بنقدم صورة للإعلام المصري وللتحليل الرياضي المصري بره عامل إزاي اللي بيتكلم ده يا جماعة إعلامي سعودي كبير الأستاذ أحمد الشمراني بيقولك أنه يجب أن استوديوهاتنا تفضل بعيدة عن مثل هذه الضغاء والإسقطات لا موقع لها في برامجنا لسيما أن المستهدف هو الأهل المصري وللتحليل الرياضي